هذا هو سيرجي الذي كان مظلياً في القوات المسالحة الأوكرانية والذي بدأ رحلته القتالية في العام 2022 ومباشرة بعد التجنيد وجد نفسه في منطقة خاركيف حيث كان في البداية يتولى عمليات الدفاع مع رفاقه ثم شنوا هجوماً مضاداً سريعاً هناك وأصيب خلال عملية عسكرية في بولوهروفكا بمنطقة لوهانسك وفقد الساقة لبعض الوقت لم يعرف العدو أننا كنا في مواقعنا هناك ثم وصلوا أخيراً إلى المواقع ونشبت بيننا معركة كبيرة بدأ القصف المدفعي وزقطت القذيفة قربي وبدأت الشضايا بالتساقط وتم بطر الساق على الفور تقريباً كانت معلقة حرفياً بعد الإخلاء وآد تأهيل عاد سيرجي إلى مدينته الأم أديسا وقبل بضعة أشهر عرض عليهم مارس لعبة الجولف وهي رياضة جديدة تماماً بالنسبة له ولوضعه الصحي أنا سعيد للغاية بهذه اللعبة لم أفهم كيف تلعب في البداية وكيف يحدث كل هذا ولكن بعد اثنتين أو ثلاث حصص تدريبية شاركت بها وأدركت أن هذه طريقة جيدة جداً لعلاج الطراب مع بعض الصدمة ولمبتوري الأطراف بشكل عام بعد عدة دورات تدريبية أتقن سيرجي أساسيات الجولف يوضح المدربون أن لعبة الجولف هي رياضة تبدو ثابتة حيث يكون هناك حمل على الرياضيون عند الضرب بالعصى كما يتطلب الوصول إلى الحفرة الكثيرة من الجهد ولذلك فإن لعبة الجولف هي التوازن المثالي بين النشاط البدني وتمارين الكارديو هذه لعبة فردية هذه رياضة للرجال والنساء هناك الكثير من قواعد اللعبة وهناك كتاب يوضح القواعد وهناك المزيد من قواعد الأداب وهذه رياضة واعدة وأمل أن تتطور أكثر في بلادنا ولكن الشيء الرئيسي هو أن الجولف رياضة تتطلب أقصى قدر من التركيز ولذلك فهي ممتازة للراحة النفسية والتعافي يأتي الرجال إلينا من أماكن مختلفة من المستشفيات ومن المراكز ومن المؤسسات أنهم يعرضون المشاركة أو بالأحرى نحن نقدمها ونحن نعمل مع اللاعبين لإعدادهم للمنافسة في بطولات على مستوى البلاد بين القوات المسلحة التدريب على لعبة الجولف مستمر منذ أكثر من عام وخلال هذا الوقت أظهر بعض المحاربين القدامى نتائج ممتازة بالنسبة لانتصارات في بطولات الهوات الصغيرة وعلاوة على ذلك فإن التدريبات مفتوحة لكل من قدامى المحاربين والأفراد العسكريين الحاليين أنا رجل عسكري وأخضع لعاذ التأهيل نحن نلعب الجولف بفضل صديقي أليكسي قاموا بدعوتنا إلى هنا ولعبنا وقد أعجبنا ذلك ونخطط لمواصلة اللعب في المستقبل القريب يخطط أعضاء المجموعة للمشاركة في بطولة أوكرانية بشكل كامل وربما أن تكون هناك فرصة للمشاركة في بطولات خارج البلاد وعلى مستوى دولي أدادوا بهدان ماكسيمت ونيكيتا بابنكا من أوديسا لقناة ويتيفي عربية